السلام عليكم الكثير استغرب لما يكون يستخدم شريحة جوي لما يتصل وفيها الرصيد لا تتصل على طول تتصل كده بعدين تفصل تم إنهاء المكالمة طبعا المشكلة انه عندنا في شريحة جوي انه عندنا الباقات مسبقة الدفع لازم نشتري الباقة لازم نشتري الدقائق نذهب للتطبيق كما تشاهدون هذا والتطبيق نفكه بالرقمنا اللي موجود في نفس الشريحة ونجينا رسالة تحقق ونفتحه إذا فتح على طول هنا عندنا يجينا الباقات نشتري الباقة سواء كان فيها داتا أو سواء كان فيها دقائق كما تشاهدون هنا عندنا كل الباقات هنا والدقائق إذا أردنا باقة فيها دقائق فقط نستطيع شراء باقة دقائق فقط إذا أردنا باقة دقائق مع اتصال مع نت هنا كما تشاهدون عندي الباقات عندي الباقات مميزة وعندي باقة بيانات فقط عندي كل الباقات هنا وهذا عندي باقة جو المرينة استطيع اختيار الدقائق والباقة اللي داخلها وهنا عندي عروض النيت والدقائق يعني استطيع شراء اي باقة على حسب الرصيد الذي موجود عندي هذا اللي في الاخير هنا عروض المكالمات فقط كما تشاهدوه هنا لازم اركز لما اشتري اي باقة في بعض الباقات تكون فيها نت بس ما فيها دقائق في بعض الباقات تكون عكس دقائق فقط ما فيها نت لازم اركز قبل الشراء وبعد ما افتح العرض من هنا يبين لي التفاصيل كاملة كم دقيقة وكم جيجا او كم بيانات وتواصل الاجتماع المفتوح على حسب هنا كما تشاهدون عروض النيت والدقائق لازم اركز من هنا اذا دخلت على اي عرض هنا اشوف التفاصيل كامل وهنا السعر هنا السعر قبل ما اشتري الشسم والعرض اشوف السعر هنا هنا كما تشاهدون عندي هذا 100 دقيقة محلية صالحة لمدة 30 يوم هذه دقائق فقط بعشرين ريال 20 ريال صافي طبعا من غير الضريبة يعني لازم نشحن بطاقة ابو 23 ريال هنا اذا رأيت الشراء اعمل من هنا شراء على طول مباشرة تتفعل هنا 100 دقيقة بعشرين ريال وكل الباقة زي كده اشتركوا في القناة